خلاص سيادة نائب سيد حجازي لو سمحت كلمة أخيرة هو بالنسبة لحضرتك الناس بس المشكلة في أن الدولة بطيقة هل بطيقة لأن الموارد بطيقة يعني فإحنا عاوزين لأنه بنتكلم عن الدعم ده يعني النقاش تقدم المقترح تقدم الموضوع لسه قيد النقاش هو بيقوله لسه في الموارد لسه موارد أشهد حضرتك على حاجة إحنا عاملين الكروت بتاعة دعم البنزيم ده من إمتى بقالنا سنتين ولم تستغل حتى الآن ولم تستخدم اللي منعمل عنوان عريضة ونعش من الناس بحاجات وإحنا مش عارفين مين اللي بيحرك الكلام ده ومين اللي بيعاوزين حاجة على التنفيذ حضرتك كنت بتنقشي قبل كده التصرب من التعليم التصرب من التعليم فكرته ممكن ما خليش ولا ولد يتصرب بكرة بكرة ما فيش حد يتصرب خالص بدليل أن أنا أقول من الولد اللي مولود النهاردة هو وهو داخل المدرسة اللي هو موليد 2016 مالوش أي حق في الدولة إلا ما ياخد التعليم الأساسي يجي أبو يقولك ده أنا غلبان ده أنا ما دخلتش مدرسة لا لو ما دخلت المدرسة هات ورق النسبة وإحنا ندفع له المصاريف بتاعته المهم الولد ما يطلعش من المدرسة لحد ما يكمل التعليم الأساسي بتاعه ولا يجوز له ولا يجوز له ولا تصرب لا يجوز له التوظيف بشهدة محطة هو موليد 2016 لو إحنا عاوزين نبدأ من الوقت سيبنا من العدة نبدأ من الوقت موليد 2016 ما يتعلمش يتعلم لغاية التعليم الأساسي لو جات له وظيفة بتاع موليد 2016 و2017 و2018 والكلام وإحنا ماشيين ما يتوظفش بحاجة اسمها شهادة محو أمية نلغي حاجة شهادة محو أمية دي نهائي من موليد 2016 ولا في دولة له إلا ما يخبر عاليم الأساسي اللي هو المحرارة الإعدادية تمام يعني الأفكار المطروحة كلها أفكار كويسة لسه برضو عندنا اللي تكلمنا فيه الأسبوع اللي فات عندنا أفكار كويسة عندنا سياسات كويسة عندنا تنفيذ لسه مش فاهمين ليه تنفيذ بطيء بهذه الدرجة الفضيعة يعني حد دلوقتي الحكومة بطيئة في التنفيذ أو بطيئة في الإجراءات إحنا لسه بنتكلم وهو في مقترح المقترح موجود والحلول موجودة وكل حاجة موجودة ولسه بنقول إيه قيد المناقشة لسه حتى ما دخلش فيه إطار التنفيذ وتم تقديمة فعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر